السلام عليكم كديرين مرحبا بكم في قناة امينة طورنطو مرحبا بكم الفيديو الجديد اليومي ان شاء الله الوالدة بغدر لكم واحد المملاحات وحشكل ديال المسمن وفي نوص الوقت حشكل ديال الفيزا يعني اتي جوا عرين وكتلي علاش نوضي نصورهم في نوص الوقت ينحيدوا حيدوا الروتين اليومي وبغنا نشحنوا واحد الجو ديال الناشاط وديال الرمدان مهم باش ما نكترش عليكم مرحبا بغتسلم عليكم وبغتبارك لكم العواشر وفي نوص الوقت اعطيكم المقادر السلام عليكم البنات والوليدات كديرين لبس عليكم بخير كدو كدو سطرمدان بخير درتوش شهيوات درتوش مكرزوينة درتوش مسمن شي بغرير شي بغرير المهم البنات اليوم ندلكم واحد المسمن مهم عامرين مهم لحذر ومسمم بشكل بيزا مهم احنا نقول لكم مقادر بسم الله اتكنا الله ونبي رسول الله اربعاتك كوني اربعاتك كوني ندريك نضيف مهمنings المنطقة مهمنثة مهمن السكر مهمنة لم يجب اربعاتك الزيت مهمن بسم الله. الرسل معلقة الخمارة صغيرة. الرسل معلقة الخمارة. خمارة صغيرة. حلوة. لا ربينا صاحبتي. ما عليك؟ ما عليك؟ ملحة. ما عليك الحقدة. لم يكن باللغة. أنه لا يمكن أن يعيش العجينة اجارية. لن تكون متأكداً. تكون مرفوقة بعض الأجناء. لا يجب أن يكون من مجلة. لكن هذه العجينة المسمنة لا تريد أن تكون جارية. التي يمكن أن pronوضى عنها. و خمارة الدخولة الإنيان سوف نقوم بتحضير المدى بشكل خاص والسلسة سوف نزيدها لدينا هذه الجنة سوف نزيدها كما تجربة ونضيفها سوف نضيفها من بعد توري من مراحل خطوة هذه زبدة سوف نورقها هذا المشاكل سوف ننشع سوف نجمع الكوزينة والماء السخنة ونجعل العجينة تتعجل لنا 1-5 دقيقة ونأتي لكم للمرحلة الثانية سوف نضيف الماء بشوية لا تكون مرخوبة سوف نضيف الماء بشوية لا تقوم بشوية لا تقوم بشوية ونجمع الكوزينة مرحل للسجنة سوف نضيف الماء ونضيف الماء هذا الماء يجب أن تتعجل لكم مرحل لكم لا تقوم بشوف لن تكون لديك ماء لن تكون لديكم بشوية الشف أمواني ونأتي تتعجل لخدمة يجب أن يغسل الماء أقصد أمير يجب أن أغسل الماء أقصد أمير أقصد أمير ولكن يجب أن يصور لنا. نفعل ذلك المهمة. نقسمها على الجر. 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 نقسمها على الجر25. هناك ح低 الأجم. يجب أن تأكيد من أجل منها. ما ؛ كيف تقدم منها. المرحلة الفندية. مرحلة النட. بمقرأة أخرى سوف اقوم بغض منها. سوف نعود لكم مراحل دقاء دقاء وبقوا معنا ما هي المرحلة هذه المرحلة؟ هذه الفلفلة مخلطة في الصفرة في الحمرة ومن يريد الحمرة يريدها يريد الخضراء يريدها الذي يريدها يريدها هذه الفلفلة فلفلة وأنص بصلة 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 يبقى لهم الشيء سهل ولكن لا ترى الكواليس تصوي سهل 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 ولكن واحد القادية هو أنك تتبقى مشغول تتنسى عليك العالم الخارجي تتنسى كل شيء تتنسى كل شيء تتنسى وصيرت فضل لحظة 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 فضل لحظة 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 تومة الزعطر كامون تحمير كزبور يبس طحون هذا شكين جميل هذا لقامة الهنود إذا نقلب الهنود في مكاين لحظة لحظة كل شيء موجود كل شيء يوجد كل شيء يوجد كل شيء يوجد كل شيء يوجد سوف نضيف الزيت وقال تشحر الزيت سوف نضيف الزيت الزيت أفضل نضيف العناصر سوف ننشحر الزيت 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 لنشحر الزيت سوف نتخلط كل شيء نحن سوف ننضيف نحركه و تشحر مزيان و تتلق و تجعله يتحرك و تحمر و يبقى فيه قاعد لون يتشحر مزيان و تتلق فلفلة و تنقل بسلاق و تتلق فلفلة من بعد أن نعطيه يبرد و نزيده على الطون و نزيده على الفرماج لا تزبيوه حتى نراجعين لكم و سوف نرى العجينة و هل نريدكم العجينة إلى كل مستقبل الشيء يدري نبيل اطلق فلترق سوف تسرحها جيدة نحضر الزبدة سوف نحتاج الزبدة وننضع الزبدة سوف تتصبح الزبدة عجينة نضع الزبدة الزبدة تضيف المشاكل تضيف المشاكل تحضير المشاكل اضغط على هذا أكثر سأقوم بتفعيله سوف تتسرحها كم جيدا سطح العملين جيدا سوف يمشي بالعملية لنسبة الزبدة هي رادرة الزبدة المارغارين المارغارين تدخلها على حرارة المطبخ لكي تكون كريمي لكي تدخل الميكروند لكي تدوب لكي تدوبها لكي تدوبها كده ما يدرتي الزبدة سوف نضيف 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 سوف نقوم بإضافة لا تجعل الفارع بيناتهم نحاول أن نجبدوهم نقوم بصدق قليلا نجب حصائد الزردة لتورق لتبني مورقة سوف نقوم بصدق قليلا ومهمة هي هذه الطريقة لتجعلها جيدا لتجعلها جيدا تجعلها جيدا لا تجعل الفارع بيناتهم لا تخلص برد بيناتهم لتجعلها سوف نقوم برد 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 سوف تتدور و تتزير سوف تجعلها جيدا سوف نقوم برد سوف تقوم بها سوف تسرحها بنفس الشيء كما سرحت القرصة الأولى سوف تسرحها جيدا سوف تسرحها سوف تسرحها سوف تسرح لكم بعد قرصة الأولى سوف تسرح الزبدة 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 مرحلة هذه المرحلة ستزيع هذه المرحلة التي كانت سوف تضرب العجينة سوف تضرب العجينة اشتركوا في الزربة سوف نتمكن بالزربة كما تصويره سوف نتمكن بالزربة ايضا اخرى و تنشا تحاول ان تحصل على القناة لكي يأتي القناة مع بعض اياتهم سوف تشد سوف تشد ثاني سوف تشد ثاني قوة علومة الزبدة الزبدة سوف تشد ثاني ثاني ينزل ثاني تشد ثاني تشد ثاني تجد ثاني تجد ثاني سوف نبقى بغايدين هكيهات تلوي بشوية تمشي بها مرحلة هكي حتى الاخرى واخيرا تهنيتوا من الزبدة ودير الزبدة ودير النشاو يجب ان تبدأ مزيان هكيه يو دابا همشي بغادي فهل ديرها في الكنجيلاتور يجب ان تغطيها وديرها في الكنجيلاتور هذا ساعة 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 جمد وعادة سنخرجون ونحرفوش لكم المراحل ونحرفوش لكم ان شاء الله ساعة جميعا نزح أصبحت بشوة حسنا نصبتها وديرها نصبيتها سوف نخفوش لكم المرحل نسيت تلبيته نصبت المرحل يوجد طاطف الفيفلة وزن مطيشة يوجد شحر وزبدة يوجد شعرية الثانية نشفع يوجد شعرية الثانية لقد أرطبناها في المطيب قطعنا هذا الشعرية الثانية لقد قمت بشعرية الثانية ثم نضيف الطون والفرماج ما هي الثانية؟ طون نضيف الطون ثم نضيف الطبس ثم نضيف الفرماج ثم نضيف الفرماج سوف نضيف الفرماج العجينة لقد قمت بحضر خلطة سوف نضيفة حتى أن نضيف الطعام ونشرح سوف نزيل حتى نريد الطعام سوف نضيف الطبس في الطعام سوف نريد الطعام سلام عليكم وصلنا إلى المرحلة لانا مبعد ما حيضنا تلاجة رخضتنا كتر من ساعة تلاجة احتاج مدات لنا العجينة كما تشوفها تتتجمت كيف تشوف تقطعها مقدة اه يراد باماية تقطع بسم الله رصتها مدرت يراشتها نشاء سوف يحاولوا انكم تلعبوا بابيديكم باش ما تترخيش بالزربة سوف تقطع مقدة كاملة هكا ان شاء الله ونرجع لكم ان شاء الله دبعا هيا اتفريكم المحالة هذه رديجة كانت بدأتها سوف تطبيقها بهذه الطريقة سوف تقوم بعملها فلانها هي جدا سوف تقوم بعمل لمدة هئة والسفن�로 اخرخ الجحمن و سوف نظلجتها شئ الاقعة بالنسبة لذلك ان شاء الله الان他們 سوف تلاجها سوف نحاول نصدها حتى نصدها سوف تصدها سوف تصدها جيدا سوف تصدها جيدا سوف نضيفها سوف نضيفها سوف نضيفها تجلبها كثيرا سوف تصدها سوف تصدها سوف تصدها سوف تصدها سوف تجلبها لما تبديل دخولها ملات يتم باردان نحن نشفره بميزينه في ميزينه نجد ميزينه ثم نفعل البيض لنفعل البيض نخلطه مع الحليب ونراجعكم ونصفر البيض ونزم الحليب ثم نزل البيض ونزل الزفرة ونزل نزل الزفرة نزل الزفرة سوف نقصي على درجة الحارة على 150 درجة سوف نقوم بتطبيل النمل سوف نقوم بتطبيل النمل لنقوم بتطبيل النملة سوف نقوم بتطبيل النملة سوف نرجع لكم نتيجة النهائية شكرا لكم بشأنكم بحيثوا معنا وصبرانين معنا فماتر درجة الجود . انداز سوف نضع لهم الفرماج و نضع لهم شوية الربع من الفوق الآن نضع لهم في الفرماج سوف نضع الربع من الفوق الفرماج خلص مع السخرة سوف يدوب ونفضلها كما يداشوا وهمها في الفران هذه السخرة سوف تتمكن من الفرماج سوف نضع لها السخرة سوف تحل الماما حتى ترى كيف حالك نحن نحن في القرمشة اشترك نهاية سوف أعطيكم موحيدة سوف تحلها لكم ترى كثير من الداخل تجيب حشك المسمى تجيب مدك الشرفاء لا يمكن أن نضاقه لكي نقول لكم ماذا يكون أعطي المضرب حشك مصطيقة الحوت صغارة أعطي المرقة جيدة مدك الشرفاء تتمنى إن شاء الله تجربوهم إن شاء الله وسكر لك ماما سيدكون لكم أعجبك اعجبك أبدا يوم يا أربيانين أعجبك توقفك شكرا شكرا لكم وشكرا حظة عملا اشتركوا في القناة